مرحبا عليكم ارحمة الله وبركاته اخوة اخواته تاريب بساريكم باخير هانينك راكم زيانين اتمنى اكم قاعدكم باخير على خير في لما كنتم اتشاهدوا ان هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دياليو ما جيت ان شاء الله غدي نتقاصل معكم البرقوق محمد بطريقة اللي سهلة وبسيطة يجي تماما بحال الاسواق يعني بحال اللي كنت اخذوا الى برة بطريقة اللي سهلة وبسيطة فأنتمنى فقط أنكم تتبعوا الفيديو من الأول حتى الأخير بيتشوفوا معي جميع المراحل ليالو قبل ما نبديو الفيديو ديالنا كيفما العادة منسو الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومحمد وعلى آلي وأصحابي أجمعين دزل الطريقة والمكونات مع بعدياتنا فباسم الله على بركة الله في واحد الإناء كيفما كتلاحظو عندي كيلو نص من البرقوق بالنسبة للبرقوق هذا هو وقته يعني أدور وقته رخضار فهذا المرحلة هذه فهناك اتخذو ليدك البرقوق اللي كيكون خضر كيكون تقريبا هنتم كما تلاحظو الراس ديالو بحل بدك يطيب بدك يوصل وجهك كما كنقولو لكي ينتافخ وكيولي بهتشكل هذا فكنناخدو كنغسلوه مليح كنوضعوه في واحد الإناء وكنوضعوه عليه الماء اللي كيكون طايب يعني الماء اللي كيكون غليان كيفما كنقولو كنخليوه في هذا الماء لمدة ديال خمسة دقايق بالنسبة للبرقوق ديالناح حاولو انكم كلو يكون غابي يعني يكون غابي بهذا الماء السخون اللي كنوضعوه له باش كلو كيرطاب وكيتغير اللون ديالو كيفما غاديتلاحظو معا ان شاء الله صافي هنا غدي نخليه في هذا المرحلة المدة ديال خمسة دقايق حتى كيرطاب وكيتغير عفوال اللون ديالو وكيصبح الناء بهات الشكل هذا راه كيتغير اللون ديالو بسرعة وكيرطاب حيث الماء نديروه يعني غليان هانتو ما من بعد الماء كيرطاب غادي نولي ثاني ناخد داك الانان وغادي نهز البرقوق ديالي بوحد صفايا وغادي نوضعو في واحد الاناء كيفما كنت لحده معي في الصورة من بعد ممكن وضعو في الايناء هانا غادي نتاخدو لي واحد لموس اللي كيكون ماضي غادي نتاخدو لي البرقوق ديالكم غادي تشرطوها على ثلاثة يعني غادي تقسموها على ثلاثة بها تشكل هادا بها تسكين هاتو ما بالنسبة للبرقوق كيجي واعر بزاف محمد يعني كيجي واحد الماضاق فيه خطير وبماضاق اللي كنناخدوها على بره كيجي تماما بحال ليلة سمقة صافينا من بعض ما كان شرطو يعني ذاك الكمياء كلها ذيل البرقوق اللي عندي فكنناخد هنا شيئنا اللي يكون كبير اوسطا والا اللي كان عندكم كتوضعو في البرقوق ديالكم واحد الكمياء ديال ما ضروري من البرقوق ما يكون غابي بالما يعني ما يبقى لكمش البرقوق فور الما ضروري ما يكون البرقوق التحت والكمياء ديالما يعني يكون عالية فوقه هنا غادي ناخد واحد شقارة ديال الملحاق لذيالعشر دوروان توما نضع نص منها نص منها في كيلو ونص ديال البرقق يلستو الكيميه ديال البرقق فغدي تزيدو لي حتى الكيميه ديال الملح وايضا غدي نحتاج هنا واحد نص قرعاء ديال الخل القرعاء هذي كتدير اربعة دراهم غدي نوضع نص منها سوف نحاول نحلها ونوضع نص ديال الخل سوف تدخلوا تزيد ساعتين وكي يكون يبترقوا مواجد وكي تقدموا بصحة ورحة يجي واعر بزف أخواتين اتمنى تجربوا بهذه الطريقة ويطردوا عليها كما قدت لكم هذي وقيت دياله فكي يجي رائع جدا وبحال هذي يزنقاء تماما فاستغلوا هذا الوقت ونشربوه اردو ليه في التعليق فانتمنى من اخواتي اخواتي الى اعجبكم الفيديو ونشربوه في هذا الحال تبارتاجوا الفيديو مع اخوتكم وصحابكم مع الناس اللي كتعرفوه فضلا وليس امرا لو كتو جدادوا الأول مرة كتشادوا للفيديو لو كتشادوا للقناة فقنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم فما لكم هتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقد توصلوا بكل ما هو جديد اه يلا بقي كتشادوا للفيديو حسن دباب تابعة الحال كنقول لكم شكرا بساحة الحسن وتابعوا وبسلام عليكم مع فيديو جديد وصفات جديدة ان شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة